ما فيش مشكلة وهو بقى رسالة الرئيس بقى يكرر ايه اللي ممكن يتاخذ او حاجة من هذا القبيل يعني مش هنقدر نقول لازم اطلع بحل واحد لا مش بالضرورة لان فيه مسائل شائكة وحتحتاج مناقشات ومحتاج حوارات بنتلح يعني ان شاء الله انا بطمن كل المشاهدين وبطمن كل المصريين من خلال حضرتك لا ان شاء الله الحوار موجود والحوار قوي جدا واحنا اتأخرنا عشان كنا بنعمل يعني برضو يعني موضوع مسهل انك تحدد 111 موضوع مسهل انك تحدد حوالي 3000 واحد هيشاركه في الموضوعات مسهل انك انت تعمل ليحة نظام تنظم العملية عشان عايزين نخرج بمخرجات احنا بتشتغل شغل جاد يعني اصل اسأل حاجة في الدنيا انه من وقت ما الرئيس اعلن عن انطلاق الحوار في 26 ابريل سنة 2022 كان 3 اربع اسابيع وتقولون خلاص يا جماعة احنا خلصنا كل حاجة وهنبدأ الجلسات ونقبضه 3 اربع اسابيع ونطلع ورقتين ونقولهم لا ده 96 الف مقترح جمع المواطنين وهو 96 الف مقترح من المؤسسات والنقبات والجامعيات والاحزاب السياسية كل القوى الوطنية بعتت والمواطنين عاديين والوزراء و15 الف مقترح مشروع قانون فانت عليك انك انت تبص على حاجة اللي كلها وتبصها بدقة شديدة جدا لان الموضوع انت بترسم الجمهورية الجديدة الموضوع مش موضوع ان انا عايز اطلع يعني انا كنت اعوده في لجلة 50 عامة الدستور فيه فرق كبير جدا بان انا بعمل الدستور وكان ما اقول لنا تايمينج 90 يوم عمل نخلص فيه الدستور انا فيه مواد حطلع عليه خلاص انما ده عطت سياسات بتبني دولة هناك فرق سياسات هتبني دولة جديدة وجمهورية جديدة في كل ما نحل الحياة هل اقدر اوصفها بانها سياسات واللي هي توصيات قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها يعني في انها خلص سياسات بيرسمها قطبين الجهاز التنفيذي للدولة وعلى رأسه الرئيس والجهاز التشريعي للدولة لو صح التعبير وهو البرلمان بغرفته لانه البعض بيخلط ما بين دور الحوار الوطني وما بين البرلمان لا هناك فرق كبير يعني اولا البرلمان ده برلمان تشريعي سواب يتلقى مشروعات قوانين من الحكومة او تبقى للمدى 122 من الدستور ان من حق عشر اعضاء مجلسة اللي قدمه شرقه قوانون فهناك فرق انما انا عايز اقول ايه في بعض الموضعات كانت عايزة ان احنا نحركها يمكن انا من الموضعات اللي انا كلمت فيها انا يمكن اعملت الموضوع يمكن بعد ما خدت موافقة مجلس الامناء اننا ننزل عالطبيعة والف المحافظات انا رحت 14 محافظة اه لا رحت 14 محافظة رحت اسوان وعملت لقاء مع السعيد رحت الدقاتية رحت المنوفية رحت الغربية اسكندرية البحيرة بكرة رايح المينيا ايه صباح لساعة سبعة الصبح بكرة الصبح صباح 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 اه 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 برضو يعني رحت المحافظات دي كلها رحت البحر الاحمر ايه وقعدت مع الناس والتخيت مع الناس وسمعت منهم مع كل اطياف المجتمع المصري يعني ما اقول لها حضرتك مع الشباب تروحت جامعة قناة السويس مع الشباب هنا طلب اه في حدود رئيس الجامعة في الغربية مع المحافظة دكتور طريق رحمي وعادت انها جالسة طويلة مع مع وضوطة بحيرة دكتور الانهاي بالبع وهكذا يعني واسمع الناس انتوا عايزين ايه من الحرار عادت مع الفلاحين ويمكن قلت كلمة والحمد لله عاوزين زيارة لضمياطة دكتور طبعا 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 مهمة جدا ضمياط طبعا انا بيثبش اي منطقة لان بطلع بنتاج جيدة يعني هل حضرتك الفلاحين انا قلت حاجة واحدة يعني ترضي الفلاحين وتساعد الدولة المصريحة حلو ان انا فعل المادة 29 من الدستور شكرا هي ايه بتقولي المادة 29 من الدستور طيب بتقولي الزراعة مقوم اساس الاقتصاد الوطني تلتزم الدولة بتوفير تلتزم مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني للفلاحين باسعار مناسبة وتلتزم الدولة اللي كنت هل بتكلم عليها من شوية باستلام المحاصيل الزراعية الاساسية بينقصين اربعة هما القط الرز الامح الضرر الاربعة باسعار مناسبة تحقق هامش ربح ويحدد السالمين مش الحكومة تحدده بالاتفاق مع الفلاحين وجونات الزراعية نكمل المادة وتعمل الدولة على تنمية الريف اللي هي مثلا مبادرة حياة كريمة يبقى لان النهاردة مجلس الوزراء يقول ان الاردب 1250 ده تبعيل للمادة دي انا بقول له ايا فلاح انت بوفلك مستلزمات الانتاج الزراع وهنا دي تمشي مع المبادرة تحت التحالف الوطن نعمل اهلي ايه مبادرة ازرع انا بدي الفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي باسعار منازمة ما يروحش عند السوق السوداء خاصة صغال فلاحية صح وما يجي انتاج ما عادوش في بيته الانتاج انا محتاج الانتاج انا محتاج القمح ومحتاج القط واتفق معه قبل ما قبل ولا بازرع وانا سلمه التقاوي والمبيدات والاسمتة على السعر اللي حاسسلم به الانتاج ادي المسألة القضية السكانية انا عدي نص دستوري المادة واحدة بعين بتلتزم الدولة بتنفيذ برينامج سكاني يهدف الى تحقيق التوازن بين معدن نمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصة وذلك في اطار تحقيق التنمية السدامة انا محتاج دا الوقتي عشان القضية السكانية التعليم شرحه يعني انا عندي قاعدة اشتغل عليه في حاجات احنا سبناها بقالنا فطرة فرصة الحوار الوطني ان نطلع الكلام النقابات المهنية انا كنت قاعد معهم النهاردة عندهم طبعا النقابات المهنية لابد ان يعاد النظر في مواردهم ما ينفعش يبقى معاش مثلا مدرل ستين جنيه كعيب ما ينفعش يبقى معاش راجل بتاع منها رياضيها من ستين لمن جنيه ازاي هي دي مش فلوس مش مبالغ لان القانون كان لسه بحط الدمغة بخمسة ساغ مفيش حاجة بقى خمسة ساغ دي بقتي وهكذا يبقى النهاردة كل الملفات ديت انت بتعمل بتشارك المواطنين معاك عشان النهاردة احنا بني بدن الدولة يبقى فيه توافق بين المجتمع كله قيس على ذلك عجبنا نصة كلمة قالت في المجلس الامناء عايزين نعيد بالصناعة اعتبارها عايزين نعيد للصناعة في مصر اعتبارها او طبعا يا فين الصناعة لابد ان احنا نعيد اعتبارها